السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن شهيوات ناني وفي إطار الكيكات الجميلة واللذيذة والذيذة والزوينة قوية كنت اقترح عليكم اليوم هاد الكيك هذا الرائع في الحقيقة كنت قلسة حتجتني دي كنسمة دي القرفة في نيفي والله تشهيتها يعني ماشي تقولوا ده بغي كلم كن نقولوا هكذا فعلا كنت قلسة وقلت دابا أنا مش هي القرفة فنطدرت هاد الكيك هذا كي يجي رائع طبيعة الحال لكي يعشقوا القرفة حالي فرا غادي عجبهم بزاف خصوصا اننا غادي نعملوا واحد المكونات يعني ديك التمازج ديالها يعني في حد داته بوحده بلا تغطية بلا تشي حاجة كي يعطيه واحد طعم رائع زائد الخلطة او الصلصة ديالت تغطية يعني كتعطي حيط الكيك ذيل القرفة معروف كي يجي شوية ناشف فديك الكريمة او اللذيك الخلطة سلصة هي في الحقيقة مش كريمة باش غادي نغطي الوجه و باش غادي نرافق هاد الكيك هذا فكتزيد كتطريه وكتزيد كتتحسك بالانتعاش ولو ان القرفة هناك هادا فئة الا انه يعني كتتطري على القلب سبحان الله يعني كتعجبني انا بزاف بسم الله و بالصلاة على رسول الله بتحضير الكيك طبعا كيك عادي سأخذ الإناء او الوعاء سأضيفه قبيصة ديال الملح ثلاثة ديال بيضات واحد الكيس ديال السكر فاني و هناك السكر كيبقى لكم للطوق انا عملت كاس لاروب طبيعا هذا الكاس هذا هو باش غادي نعبر من البداية لنهاية على ودقالب في 26 سنتيم إذا عبرته بكاس للعنبة لا تغيروش المقادر يعني طبعا بستثناء العبارة فغادي تعملوا قالب صغر من هذا 24 أو 22 طبعا خفقنا غادي حتى دابدك السكر مع البيض وضفت كاس ديال الحليب ونصف كاس ديال الزيت هذا الكاس هذا كيهز مئتين ميليليلتر وكما اشرت تقدروا تعبره بالعنبة و تقدروا تعبره بكاس كبار جاعة ديال مئتين واربعين اضفنا للزيت والحليب فهنا نقوم خلطه ثاني بالمضرب اليداوي نضيفه الدقيق عندنا نفس الكاس نضيفه الدقيق معه 16 جرام يعني زوج الأكياس ديال الخميرة الكيموية وهنايا بالنسبة للقرفة حسب دوقكم وحسب رغبكم وحسب درجة القوة ديال النكهة او الطعام ديال القرفة كيفاش بغيته يكون بالنسبة لي انا عملت معالقة كبيرة وربع و تقدروا تعمله معالقة ونصف حسب دوقكم اضفنا المكونات النجفة وخلط طبيعة الحليب بالمضرب اليداوي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق و دايما و دايما نغرب له نضيف الكاس و نخلط بالمضرب اليداوي و نضيف حتى تختف كتكر و دا با نزيد نصف كاس ديال الدقيق نضيف الكاس انا اعجبنا اللذكاء ان تفضل القموة نقوم بتغلق مكلفة نضيف حتي المكونات نتخلق حتى التحدث حتى تكتول نضيفه ونضيفه ونضيفه نضيفه ونضيفه نضيفه ونضيفه قطر 26 سم ونضيفه يسخن على 170 درجة نفرغ الخليط و نفرغ الخليط و ندخل الهواء المحجوز ندخل الهواء المحجوز في الكيك نضيف حليب المركز المحل خلط حليب المركز المحل خلط حليب المركز المحل يجب أن تأخذ غير السكر بودرة و تغبرها من فوق بكل بساطة ولكن تزيد تضطرها وتعطيها واحد نعومة و رطوبية وتجيب الكثير مع الكيكات تغطيها بالجوز و نضيف تغطيها بالجوز و نضيف تغطيها بشكل رشي و نضيف تغطيها على وجه و نضيف تغطيها طعم تغطيها بالجوز تغطيها بالجوز يجب أن يتعامل في النهارات الكبار يعني تمتعوا راسكم وتمتعوا حتى ضيوفكم به كي يجيزوين بزاف كنصحكم تجربوه وإن شاء الله ما غدي شي يتنموه شكرا شكرا